بس ارى على الاقل عم وضح انا عمقول ما في دور للمصارف جدة باستجاب الاموال من الخارج اليوم يقوم بهذا الدور شركات تحويل الاموال بالتوافق والتنسيق ولا اقول طواطق وانا كان في بعض الاماكن طواطق هنا مصر في ربنان ليش لانه بيلم فيما يعني بس قريت هذا الملف انه نحن عم ندفع اكتر او اعلى ضريبة عن نسبة التحويل يعني المواطن اللبناني اللي عم يجي تحويل من الخارج ان كان من قريبه او التحويلات اللي عم تيجي للخلية الازمة انت بتعرف انه العديد من القرى بلبنان اليوم الانماء الفعلي عم يجي من الخارج يعني ان كان مختار رئيس بلدية لجنة خلية ازمة الاخرية بتعتمد على تبرعات اهلنا وشبابنا بالخارج هاو دي عم يندفع عليهم نسبة عالية تحويل من اعلى نسب بالعالم لانه طلع تبين انه في 3% اضافية اعطيه لها مصر وثنان لها دي الشركات والحكي بيقول انه لانه هذه الشركات هي المنصات التي لا هاي الشركات كانت تضبلوا المصاري الدولار وتعطيهن وطلع صراحة عم بحكي عم بحكي عشان اشترك يعني انت عم تقول انه هذه الشركات الكبرى من قبل المصر المركزي انه ضب دولار لالوه لذلك بلحظة من اللحظات بس طلع صوت دولي معطرد على النسبة العالية اللي عم ندفعها على التحويلات وقف مصر للبنان نزل 5000 دولار نزل 5000 دولار دولار تذكر 3500 عشان 30 عشان بتشرين التاني لاش لانه هال كانت الشركات ضبط الاموال كانت تخذه على مصر لبنان مصر لبنان ما اخذها ذاته تتبسوا انا فاذا ملزمة هاي الشركات لان عم تجني ارباح هقلة عم تحكي هون عشرات ربما بيئات الملايين اذا عم تحكي في تحويلات بالسنة بين ثلاثة اربع خمسة مليار دولار عمال الحساب بالنسبة للشهر ربع عم تخذه فانا قلت على الاقل خمسة بالمئة من ارباحهم يشترون له فيه الدواء لامراض السرطان ومنطل امراض النصاصي اللي مش هم نقدر نامن من الرئيس ميئات مصر لبنان الاعتمادات الكافية لانغطي حاجات اللبنانيين عنا عجز بالاربعين بالمئة يعني بالكاد عم نغطي خمسة ستين بالمئة بالاموال الموجودة مع كل محاولة الضبط ومنع التسريب ومنع التهريب ومنع اذا بدك الاستفادة الغير مشروعة ما هذا وكله عنا نقص اكتر من هايك وراح كون صريح معك اول مرة بحكيها على الشاشة هلا هاي الشركات اللي هنا ثلاثة اواربع شركات ما بهمني من اصحابه واصحابه معروفين واضح؟ انا مش همقاطشك ناطر خلال تكفي الفكرة فاتحين فروعة بسوريا لحظة هول الشركات عم بضبوا مصاري لمصر في لبنان او عم بيهربوا على سوريا لحظة لحظة شركات التحويل هاي ده في قلها فروع بسوريا فيك تشرح لكيف عم يشتغلوا هاي صعبة تظبط لانه شركات لها تراخيص وتتعامل مع مصارف مراسلة اشك انها تخاطر وجودها في بلد على عقوبات اعتبروا من شاشتك هون اخبار اعتبروا من شاشتك اخبار لا بس حضرتك عم بتقول هاي دي الشركات تعمل لصالح مصر في لبنان وايضا لها مكاتب تمثيل في سوريا وتعمل ايه صار عندها فروع بسوريا فاذا صار التدخل او التواصل بين فرع وفرع تاني فش رقابة له اذا تحول الاموال من هون فرع لفرع تاني والفروع التاني البسورية بنعرف مين اصحابها وبين مين ارتبطة كمان اوكي فمش هيك انا عمل لك هذا يخلي اخبار خية فيه نشتر رقابة بالمصر فروبنان اذا لازم تشتغل تشتغل بهالبالف اذا بدك فيه النيابة العامة المالية ما بعرف مين معني بهالبالص قضائيا اذا بدك بس اقله لانه نحنا يعني هذا النزيف القائم للعملة الصعبة من لبنان الى سوريا اش بقنا توقف بيقدي بيقدي خسرنا بالخمساش عشرين مليار دولار دعم على بضائع كلها راحت لسوريا بص بلك اكتر من هيك يا خي نحنا هالقيمة الاستيراد العميجي على لبنان هي البضائع عم دلبي لبنان نحنا عم نستورد سبتاش سبتاشر مليار دولار بالوقت القدرة الشرائية للبناني بالارض وين عم يصرفوه حلاص